الثالثة مبروك حبيبنا نهاد غاعد مبروك حبيبنا منكلانسوة نطلب من ملاكها ومدربيها بتوجيهها إلى الميدان بأسرع وقت ممكن إذن تنطلق أمار الشدف الثاني أحمد غدير على صهوة محارب مرة أخرى ملاكة ومدربين كنون الشوط الرابع كنوا على أغبة الاستعداد سكب البريق محارب شيف البشير أمدي عديد والغولة هذه أسماء خيول الشوط الرابع نطلب من ملاكها ومدربيها أن يكونوا على أغبة الاستعداد المهارسي يتصبح ملاكة ومعني نطلب من ملاكها ومعني نطلب من ملاكة لشعر اشتركوا في القناة بصدارة الشوت ومحارب يحاول انتزاع صدارة الشوت كرابة المنعطف الثاني ليتكلم مايستروم حمد غدير على صهوة المحارب شيئا فشيئا كرابة المنعطف الثاني والأخير سكى بالبريق والمحارب بصراع من البداية على صدارة الشوت الثالث كرابة المنعطف الثاني تدخل أمهار الشوت الثالث بعد المنعطف الثاني والأخير سكى بالبريق ومحارب بصراع ثنائي على صدارة الشوت من البداية محمد غدير على صحوات محارب وبزيو على صحوات سكة بالبريق بصراح على صدارة الشوت سكة بالبريق ومحارب بصراح من البنية على صدارة الشوت محارب يتقدم وسكة بالبريق يأبا إلا صدارة الشوت محارب وسكة بالبريق محارب وسكة بالبريق محارب مع محمد غدير بالمرتبة الأولى سكة بالبريق مع بزيو بالمرتبة الثانية وجواد بالمرتبة الثالثة مع الخيال مصطفى الضعرورة تدريب صلاة المعتز والقيادة كانت للمائستر محمد غدير على صهوة المهر محارب حل أولا بصلاة الشوت الرابع برابع أشواط هذا المعرجاء مبروك ألف مبروك مبروك لو سامة والسند مبروك لصلاة المعتز المدرب أحمد زعلور أبو ياسر في قيادة المائستر محمد غدير ثانية فكانت من نصيف سكى بالبريق المالك أمير بصول المدرب أكرم عبودة أبو العدنان تدريب استطلاطة أبو العدنان والقيادة كانت لبزيو مبروك ألف مبروك مبروك لأمير بصول مبروك لستطلاطة أبو العدنان مبروك سكى بالبريق صاحب المرتبة الثانية بثالث أشواط هذا المهرجاء إذن أما والآن ننتقل إلى مجريات الشوت الرابع رابع أشواط هذا المهرجاء